تلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا من رئيس الحجر الزراعي أحمد العطار بنتائج إجراءات الفحص والتحليل والشحن لأول مركب للقمح الهندي يتم شحنه من ميناء كانديلا بالهند إلى مصر وأوضح العطار أن نتائج التحليل أشارت إلى الجودة العالية للقمح الهندي والتي تعدت نسبة البروتين فيه نسبة 14% مع نسبة رطوبة أقل من 9% فضلا عن مطابقته لكافة المواصفات الفنية والمعايير الدولية للصحة النباتية وتطبقه أيضا مع اشتراطات الحجر الزراعي المصري